طيب نسيب الدراعب بقى ونسيب الكلام ده ونتكلم عن الفن شوية وهنشوف اجزاء من برومو او برومو او الاعلان يعني بتاع فيلم باعتقد انه هو هيعجب حضراتكم وانا شخصيا المنتظر اشوفه لما قريت عنه وانا بحضر الحلقة النهاردة وقريت تفاصيل كده عن مشاهد هرونها في تفاصيل يعني مبسط فباعتقد انه هنبقى في انتظار انه يتعرض فيلم تسجيلي على القنوات ونشوف كده الافلام التسجيلية بتنتعش كده في الفترة اللي جاية هنرحب بضفتنا الناقضة السينمائية والسيناريست امل الجمل نهارك سعيد نهارك اسعب ان شاء الله الفيلم صعود الالم جبل موسى صعود الالم والمتعة طب حكيلي الاسم الاول يعني قبل ما بسيدي كان في اي تفاصيل يعني حكيلي اسم الفيلم هو جبل موسى الجبل اللي طلع عليه سيدنا موسى وتلقى عليه الوصايا العشرة في سينا في جنوب سينا في مدينة سانت كاترين الجبل ارتفاعوا 2585 متر فوق سطح البحر فانتي بتطلعي 2585 متر دول ابتداء من نص الليل علشان تشوفي لحظة شروق الشمس فيه ناس ما بتقدرش تكمل صحة بقى لكن الطريف ان فيه ناس كبار السن بيصروا انهم يطلعوا الرحلة دي لانها بالنسبة لهم زي حج ففيهم ناس اللي ما بتقدرش تمشي بتركب الجمل لمسافة معينة وبعدين تطلع 750 سلمة لحد لما يوصلوا للقامة فانا برضا عايزة رجع على الاسم بقى يعني ليه جاب الموسى صعود الالم والامل والمتعة والمتعة لان هو رحلة الصعود هي رحلة قلم وفي نفس الوقت رحلة متعة المشقة في الصعود وبعدين لما بتقفي بين فترة والتانية عشان تاخدي نفسك وترياحي تحسي براحة ومتعة جميلة لكن المتعة اللي بتحسي بيها اكتر كمان لما توصلي فوق القمة وفي لحظة شروق الشمس لما تشوفي تدق وهو بتولد طبعا ده فيلم تسجيلي مدته قدي؟ 46 دقيقة ده طويل على فيلم تسجيلي على مستوى الافلام تسجيلي يعتبر طويل ولا يعتبر وقته كويس؟ والله هو فيه ناس بتصنفه على انه طويل وفيه ناس بتقول ان الفيلم الطويل بيبتدي من 60 دقيقة لكن هو تصنيفه وفق القناة اللي تم عرضها عليه فيلم وصائقي طويل وصائقي طويل طيب احكي لي بقى ايه القصة اللي انت وثقتها خلال 46 دقيقة على جبل موسى؟ هو انا حاولت خلال 46 دقيقة اعمل حاجة رحلة الطلوع لجبل موسى ممكن تبقى من خلال ثلاث طرق اطلعت بالكاميرا ومعاهي فنان تشكيلي المفروض هو اللي بيقود المشاهد في الرحلة وبيقابل شخصيات البدوه هناك والباحثين والباحثين اللي في المحمية ومفاتش القصار وبرصد المزارات الدينية والتاريخية اللي موجودة على كل طريق ومعتقدات البدو وتراثهم والكنوز الحياتية بتاعتهم والمشهد الديني اللي موجودة على امتداد كل طريق من الطرق التلاتة تمام انا هايس شوف احنا نشوف جزء انا اشوف صور انا شوف صورا ايه حد يرد علي مش هنشوف حاجه طيب بكمان شوائي هنشوف هنشوف فيديو انا جاهزة هنشوف فيديو جبل موسى مصاريا رحلة كلها صعود وهبوط حوالي 7 كم من الطريق ده هنوصل للطريقين اللي بيطلعون على جبل موسى اللي هو طريق السلالم وطريق عباس أكثر القمم الجبلية صعوبة وأكثرها روحانية وتأثيرا في النفس الجبال دي كلها كانت تحت الأرض في فترة من الفطرات ما كانتش باينة تعالي أقول لك حاجة عن حكاية الجواز هنا تعرف تمسك صغراء باكدومية هناك بحيث تستقرع الصغر اللي هناك دي تعالي أنا شرب الشاي عنده ومصطفى فقالي كتير قوي في كتيرين على فكرة ما شفتش التلج ده بصراحة وتتغطى بعشر بطاطين في الحتاء دي هنا وما تدفعش فضل لنا 750 سلمة ونطلع فوق كمة جبل موسى عشان نشوف الغبوب أخيراً دلوقتي يا أستاذ أحمد نحن على كمة جبل موسى هنا تسمع وترى وتشعر بهمس الطبيعة المتفردة ناريتر مين؟ أنا نسي الاسم اللي أسعى في ذاكرتها ده كان ده البرومو بتاع الفيلم طيب أنا عايزة أنت لكتب الفيلم أنت لكتب الفكرة والسيناريو والتعليق أوكي قعدتوا تشتغلوا فيه قد إيه؟ تحضاري فيه وتصوري فيه؟ أنا كتبت السيناريو أول مرة في شهر وبعد كده رجعت عملت معينة لمدة يومين لأن كان فيه تفاصيل أنا كنت شك فيها مش متأكدة منها وكان فيه طريق واحد من الطرق التلاتة ما كنتش طلعت عليه فعايزة أتأكد من المعلومات اللي أنا جمعتها مظبوطة ولا لا فروحت عملت معينة أنا والمخرجة وكان معنا مدير الإنتاج يوم رايح جاي يعني صد رد على طول كده طلعنا وانزلنا وبعدين قعدت شهر تاني أراجع فيه أنا والمخرجة برضو بست على السيناريو في الآخر وبعدين قررنا أن احنا هنصور إمتبع فانتظار التصريح وكده فاني أرجع تاني تكلم على التلات طرق المختلفة للصعود الجبل إيه الفرق بينهم من وجهة نظرك؟ الفرق بينهم أن فيهم فيهم واحد أصلا بيسمى طريق الحجاج لأنه أصعب جدا في الصعود عبارة عن درجات سلم حجرية مرتفعة عالية ففيها خطر وفيها مشاق والغلطة فيها بتساوي حياة فعنا زي ما ذكرنا في الفيلم لأن لو رجل واحد فلتت خلاص الطريق الثاني طريق الجمال هل هو منحضر قوي كمان يعني هايبان في الفيلم كمان لا فيه طبعا فيه أجزاء منه يعني ميلة بدرجة ميل خفيفة لكن فيه مناطق تانية حد فدي الخطورة بتاعتها والطريق بتاع الجمال فيه خطورة تانية أنك رغم أنه طريق مستوي أو فيه حصة لكن مفيش حاجز يحمي من السقوط منه لو الجمل حصل أي حاجة ونطر السائح وانتو بتقولوا كمان الطروع بالليل فمع الدباب أحياناً ومع الجو ممكن حد نفسه يفرير ممكن بس دي حالات يعني حصلت حالات ندر قوي خلال السمين اللي فاتوا لأنه بيبقى فيه كشفات والبدو هناك الحقيقة عارفين الطرق كويسة لكن برضو محتاجين هم نفسهم الأصحاب الجمال هناك كانوا بيطلبوا أن يحصل زي صور شائك يتبني على طول الطريق بتاع الجمال تمام ده الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الثالث اسمه طريق وادي الأربعين ده يعني أكثرهم أمناً لأنه مش منحدر قوي طلع بشويش جداً ومفيش فيه مخاطر قوي وده الطريق واضح أنه الأكثر استخداماً من قبل السياح لا لأنه ده بعيد شوية ده بيطلع أكثر على كاترينا لكن فيه منه طريق فرع بيطلع على جبل موسى لكن الطريق ده عليه مزارات كتيرة عليه صخرة عيون موسى للإسن عشر وعليه حجر الأمنيات إنك ترمي لو قدرتي ترمي سخ يعني طوبة صغيرة على الحجر ده ووصلت الأمنيات يقال إنه دربت ترمي وفيه طبع الأدم اللي هو عن موضوع الزواج وفيه كنيسة الأربعين شهيد وفيه عام رمضان في نهاية الطريق اللي بيربي الوبر استخري ويهدف على السمسمية يبقى ده الأكثر يعني أقبالا من قبل السياحة يعني ده بيطلع له الناس اللي طلع أكثر عشان تطلع جبل كاترين لكن جبل موسى الطريقين التانين أكثر في عدد السياح لأن كمان الدير سانت كاترين في الطريقين التانين يعني عنده ملتقى لطريقين التانين فممكن يعملوا الاثنين ساعتا لو استخدموا الطرق بستطبع تاني طيب ده الجزء الفني نقدر نقول في الفيلم وهذا أتكلم بقى على شوية حاجات إجرائية يعني مين اللي مول للفيلم؟ مين اللي دفع في الوسف؟ تكلفته يعني لا أقولك إحنا الفيلم تجربة مختلفة أنا وصدقتي شاهناز عبد الرحمن مخرجة الفيلم كنا بنفكر أن إحنا نعمل حاجة مع بعض إحنا اشتغلنا قبل كده مع بعض حاجات منها الحيونات المهددة بخطر الانقراض وكنا عايزين نعمل حاجة مختلفة وجديدة فقدمنا الفكرة دي في التلفزيون بس خدت وقت والوقت طول قوي فقررنا أن إحنا ننتجها أو نشتغلها إحنا عرضنا الفكرة على قناة وثائقية عربية وفت بس القناة دي ما بتديش فلوس غير لما أنت تخلصي الشغل خالص وتسلمي الشريط وممكن وقت ما تخلصي الشغل خالص تقولك لا مش عايزين مش عايزين فأنت كده في مغامرة إحنا كان فيه فريق العمل فريق متعاون جدا لدرجة أن يعني مثلا مدير التصوير الصورة دي ده شايف الصورة دي دي ايه ده من دي الصورة دي فريق العمل قبل القمة آه أوكي يعني قبل 750 سلم كلنا بس احنا كل متخفين دي أنا بصور حد على القمة دي كانت في شهر أغسطس وأنا بعمل المعينة أغسطس 2011 وأنا بعمل المعينة تمام على قمة الجبل الصورة اللي فاتت كنا في عز البرد كانت درجة الحرارة تحت الصفر آه كنا في خمسة اتناشر أو عشر اتناشر اتناشر درجة الحرارة تحت الصفر ده وإحنا نزلين بنصور طريق السلالم احنا عملنا حاجة عشان نوفر في الامكانات ولا إن ما كناش نقدر نطلع مرتين الجبل خدنا طريق الجمال وطلعنا صورنا الغروب ونزلنا ل750 سلمة شوينا الجدي وبيتنا وبعدين طلعنا صورنا الشروق طلعنا ستاعة 2 ونصف بالليل انتظرنا الشروق ده وإحنا طلعين على ودي الأربعين تمام طيب صورنا الشروق وبعدين نزلنا خدنا طريق السلالم بالعكس عارفة لما تصوري بالعكس آه نازل يعني نازل آه بس أنت في الفيلم بتقولي لأ أنت طلع يعني كنا بناخد المشاهد مشهد مشهد عكسي آه آه لأن ما تقدريش تطلع بفريق العمل محتاج تكلفة مالية كبيرة آه هرجع تانية تكلم كنت بسألك على تكلفة الفيلم منين واتكلمتي على أنتو عملتوها وكنت راحين للقناة فضائي ولكن تقلم على تقلم العمل آه بتكلم على تقلم أن كل الناس ما خدتش يعني وافقت أنها تتعاون معنا ومش هتستلم أجورها إلا لما القناة دي توافق وتاخد الفيلم آه وتدفع لنا الفلوس فمدير التصوير اشتغل بدون أجر لحد النهاية كان معايا تنين فنيين صوت وصورة وكان معايا مدير إنتاج وأنا والمخرجة والفنان التشكيلي والمؤلف الموسيقي برضو جمال رشاد تعمل لنا مزيكة حلوة ومخدش الفلوس غير بعد برضو ما استلمنا ونفس الحكاية مع المونتاج ياسر الوزان طيب ما جربتيش تقدمني مقترح الفيلم التسجيلي أو الفيلم الوثائقي لأي جهة من جهات التابعة للوزارة الثقافة لا الحقيقة ما فكرتش في ده لأن أنا كنت حسن للحياة ماشية بطيئة شوية وأنا القناة الوثائقية العربية دي كانت ليها يعني واضح أن ليها يعني الأمور عندها واضحة وسريعة لو هي تقولك أنا مش شارية مش عاجبنا آه بس هقولك على حاجة آه إحنا كنا في مغامر بس أنا والمخرجة في لحظة من اللحظات قلنا حتى لو هي رفضته يعني فيه قدر من الثقة في الشغل اللي إحنا عملناه إنه هو مختلف وإن أي قناة أنية ممكن تشتري طيب وفي نفس الوقت لو أنت كنت تقدمتي بمقترح لوزارة الثقافة ودوكي حتى جزء من الميزانية وبعدين ممكن تعرضي برضو القناة الوثائقية دي مش شعب آه أوكي أجرب استكاك معيها آه يمكن بعد كده أجرب ويمكن يعني يثبت عكس ما أنا كنت فكرت فيه طيب آه بس يعني إحنا سعوداء بالتجربة رغم إنها كانت تجربة فيها مشقة وكان فيها مغامرة ومخاطرة آه مغامرة عشان الخطوات والسلالم وكده ولا فيه مغامرة مالية برضو لأن أنا طول الوقت أنا وشاهيناز إحنا اللي بنصرف على الحاجات التانية على الإقامة وعلى الصفر وعلى إيجار الكاميرات تسمحيلي أقول إن ده بالنسبالي شيء عادي في الحياة بتاعة المستقلين يعني أنا مش حاسة إنه آه بس تلاحظ إن إحنا اتنين بنات على فكرة عادة إن ولاد هم اللي بيعملوا ده على فكرة ده معناه إنه إحنا بقول بنت ست قادرة إنها تنافس وإنها قادرة إنها تغطف فده بالعكس ده حاجة آه لا أنا وهي كنا مبسوطين بتالحقي آه يعني بس عايز أقول حضرتك على حاجة إن إحنا في أسرنا إحنا الاتنين الرجال كانوا معترضين على التجربة دي وشايفين إن إحنا بنغامر طبيعي يعني آه طبيعي يعني بحاجات تانية أقل من كده مغامرة هتلاقي الأسر بتعترض عشان إتوا بنات بقعدوا في البيت وكده بس يعني بالتالي أنا شافة إنه كويس نكو عملته ده طيب ده 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 منك ما حاولتيش إن إنتي تسعدي قصدي إنك تاخدي مساعدة من وزارة ثقافة متفكريش إنك تشوفي إيه أخبارها تنشيط السياحة إنه ممكن ده يساعد على تنشيط السياحة ولا إنتي شايفة إن الفيلم مش بالضرورة يبقى لقواب السياحة لا بالعكس أنا شايفة إن الفيلم ممكن يساعد يعهلهم بقى لا أنا مش حاضر لإنه خلاص القناة الوسائقية دي هي اشتريت حقوقه أه مية في المية دي أنت بدلوش تستخدموه تاني لا لا أنا بس ممكن أشارك به في المهرجانات يعني عندي البرميشن ده طب صاري أنا دقيقت بقى لأنا عادت أنت قصدك على قناة فضائية عربية وانا دلوقتي مدائي جدا لأنه أنا من حقي كتلفزيون مصري مثلا أنا عرضه لأنه ده طب أنا عايزة أقول لك مفجأة قولي مفجأة أنا أول حاجة قلتها في البداية بس يا كده مرت سريع إن أنا أول بقدمت الفكرة دي قدمتها للتلفزيون المصري وبعدين إحنا وبعدين قعدت لحد دلوقتي هي موجودة ما حدش فكر يا إنه يعملها فأنا بقول لهم اتفرجوا دي الفكرة اللي أنا قدمتها من سنة ونص أو سنتين وطلعت أهو فأنتي لست زعلانة زعلانة برضو على فكرة لأنه أخطاء أشخاص داخل مؤسسة فيها بعض المشاكل ده لا يعني إنه حق المواطن إنه يشوف عمل زي ده يعني بالتالي إنه أه والله أنا كان نفسي بس تخيالي إن أنا لو كنت أعدت الطاقة دي ما كنتيش أمانتي حاجة طبعا زمانك عادة بالمقترح وجايل نبيض لأ أنا بنت التلفزيون المصري وأول ما قدمتها قدمتها للتلفزيون المصري لأنه كان نفسي تنتج هناك وبعدين التلفزيون ممكن يوفر لي تصريح أنا دخت عشان أخدها بشكل يعني بشكل مستقل فأنا كنت مهتمة دي يطلع على شرشة التلفزيون المصري لكن هو ما دينيش فرصة أنت خايلة طبعا طب أنت ناوي تشاركي بيه في مهرجانات قريبا آه إن شاء الله إيه بقى ناوي إن شاء الله أقدمه المهرجان إسماعليا وفي مهرجان ملمو في السويد إن شاء الله تسعة أنا قريت معلمو ده قريب أصلي آه كان فيه أخبار عنه قريب أي تقريبا كانوا بدأوا يطلبوا الأفلام ناتشارك يعني فيه استمرات التقديم اليومين دولان جاء لي إيميل أو حكا وأنا كنت يعني مهرجان الخليج السينمائي كان طلب أن أنا أشارك به بس للأسف في آخر لحظة الفيلم لما تم عرضه الأسبوع اللي فات قالوا لي مش هينفع لأنهم بيشترطوا عدم عرضه على خانوات الفضائية أوكي أمل أنت ده أول عمل ليكي لا أنا عملت يعني فيه سيناريوهات كتبتها لسه تحت التنفيذ منها سيناريو عن الخرافة مع عز الدين سعيد عن اللي؟ الخرافة الخرافة آه وفيلم وثائقي طويل وعملت مع شاهناز عبد الرحمن فيلم الحيونات المهددة بخطر لانقراض وكانت الفيلم ده كان هو استبق في أن أنا أفكر في جبل موسى على فكرة لأن كنت بصور أحد الحيونات في مدينة سانت كاترين وفي آخر يوم تصوير قلت لهم أنا هسيب كتباته في القوتيل وهطلع جبل موسى عشان أنا عايزة أطلعه وشاهناز أصرت أنها تطلع معايا طلعنا وشوفنا المكان فلما نزلت من كتر البحجة والمتعة والسعادة اللي اتحققت لي في ده كتبت عنه مقالة صغيرة وكنت صورت صور وبعدتها لمجلة عربية بعد كده لما شاهناز طلبة مني إن إحنا نشتغل فيلم دوكومنتري سوا قلت لها نشتغل جبل موسى طب أنا ختاماً كده حاسة فيه مود كده في الأفلام التي قلتها مش عارفة أوصفه للأسف فاللغة مش مساعداني بس يعني جبل موسى الخرافة الحيوانات المنقردة في حاجة كده تعرف أنت توصفيها لا أقولك يعني أنا يعني مش مشي في خط واحد بس بس أنا فيه موضوعات لا فيه حاجة مشتركة بين الليلة طيب وليه مع رأيش جبل موسى فيه حاجة علاقة بالتأمل ومساحة والروح وعلاقتنا بنفسنا ونفس الحكاية في الخرافة فيه حاجة برضو مرعبة كده فيه حاجات مخيفة يعني شوية بس أنا بحب أشتغل برضو على الحاجات اللي ليها علاقة قوي بالناس أوكي طيب أمل الجمل السيناريست والنقيد السينوائيين شكرا جزينا على وجودك معينا النهاردة وكده بين اللقاء تاني في أفلام جديدة تعمليها قريب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وأنتهي السفرصة أشكر فريق العمل اللي كان معي وتعاون معي وبشكر شاهناز ومجد عرفات مدير تصوير أحمد طنطاوي إنتاج وياسر الوزان المونتاج وجمال رشاد الموسيقى وكان معنا اتنين فنين جمال جدا تساعدونا وطلعوا معنا وتحملوا كل المشاقة والفنان التشكيلي أحمد ثاني برسي جدا وجودك مرة تانية وبالتوفيق إن شاء الله لسا مكملين فقراتنا بعد الفاصل بقى هيبقى بنتكلم عن حوض النيل وموقفنا ايه من النيل والمية استنونا الفقرة تبقى مع فادي صباح الفوري مساء الفوري موسيقى 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 موسيقى